مساء الخير اثنين الشهود تقاسمه صقر وصديق في دفاع رد البلاء يوم استضم فيه النائب بالشاهد والنفي بالتأكيد فمن مقر الامانة العامة لقوى تلفظ انفاسها نظم مؤتمر بداياته ومعلوماته وتضاريصه بلغة العقيد وسام الحسن اما نهايته فكانت بلسان الرئيس سعد الحريري وقد ارادها رئيس الحكومة لغة ايجابية تطمئن حظب الله او اقله تؤجل القلق من القرار الظني وعلى طاولة الامانة احيط بصقر ملفان ازرق للنشر وملف سري اخر ارتفع امتارا عن سطح البحر السياسي ولم يشاء الكشف عن مضامينه لانها ستحدث زلزالا سياسيا لا يقوى البلد على تحمله الملف الازرق يبرئ الخط الازرق اما الاخر السري فقد اختفى لونه وارتفعت اتهاماته المستترة تجاه اطراف في المعارضة مؤتمر الساعة ونصف اراده سقر حسن السير والسلوك في السياسة سيء السمعة في الوقائع التي استندت عليها المعارضة سنوات خمس ونامت فيها الاكثرية على المعلومات خمسا مماثلة استطاع نائب الحريري ان يبلغ الى من يعنيهم الامر رسالة الحريري غير اصطدومية في السياسة لكن المعارضة لن تتعاون بالامفرأ وعلى الارجح لن تفصل بين الخط السياسي لرئيس الحكومة والدعم المعنوي والمالي الذي قدمه فريقه لشهود الزور على ما يقوم منطقها والامر عند المعارضة سلة متكاملة فالملف الازرق لا يلغيه جاره باهة اللون والذي كان جالسا على الطاولة كورقة جلب لم يحن اوانها بعد ومن مقر الامانة العامة مجهولة باقي الهوية اتصر محمد زهير الصديق بقناة الجديد معلنا انه يقيم في احدى الدول الاوروبية لا في الشارقة وقال ان ما اورده في افادته السابقة عن ان الضباط السوريين كانوا موجودين في الضاحية هو امر حقيقي واذا كانت افادتي كاذبة فانا مستعد للنزول الى لبنان والخضوع للمحاكمة وكشف الصديق انه خاضع لبرنامج حماية الشهود برعاية الامم المتحدة واعلن انه رائد في الاستخبارات العسكرية وليس مجمدا في الجيش السوري وان حزب الله يعرف تماما من هو محمد زهير الصديق قائلا ان اتهام الحزب باغتيال الحريري هو لابعاد التهمة عن سوريا لافتا الى ان حزب الله متورط لوجستيا في الجريمة مداخلة الصديق الموقعة على مؤتمر المستقبل وجلسة الشهود غدا احدثت تضاربا في المعلومات عن رئيس فرع المعلومات ففيما كان الصقر يؤكد ان الحسن لم يجتمع بالصديق مرة اوضح عميد الشهود الزور انه التقى بالعقيد ويسام الحسن في مكان ما لكن كمترجم فقط بسبب غياب احدى المترجمات ترجمة هذا اليوم الدفاعي الطويل مزيد من عدم الرؤية والذهاب نحو فك طلاصم الحقيقتين وانعكاس على جلسة مجلس الوزراء غدا التي تحصن لها الرئيس نبيه بري باجتماع لوزراء المعارضة يعقد الان في عين التيني وقد صنفته اوساط الاكثرية على انه خرق للدستور اجتماع الاحتساب للضرر قبل وقوعه وزاريا سبقه لقاء بري بالنائب وليد جنبلاط اما رئيس الحكومة سعد الحريري فآثر التشاور مصريا بلقاء الرئيس حسني مبارك اذا عقد النائب عقاب صقر مؤتمرا صحفيا في مقر الامانة العامة لقوى الرابع عشر من اذار عرض فيه الرواية الثانية لشهود الزور اشتركوا في القناة